موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة عشر الأوسط 14.50 آم لجنة شاربونو تستأنف الاستماع للشهود هذا الأسبوع قبل الذهاب في عطلة طويلة قولين مروات تستعرض خطة الحكومة في مجال الثقافة وتدعم الفنانين أحزاب المعارضة الفيدرالية تدعو الحكومة إلى إلغاء التعديلات على المنافع الصحية للاجئين صباح الخير عزيزي المستمعين أكد بالأمس أمام لجنة شاربونو متعاهد البناء السابق بير ديلوريو معرفته بوجود عمليات تواطئ وتلفيق في عقود البناء في مدينة موريال منذ حوالي 30 عاما وبأن الكارتيل كان محصورا بأصحاب الشركات من أصول سقلية من قبل مثل عائلة كتانيا وبأنه حاول تقديم عروض مناقصات ليتم التصدي له من قبل جو بيادزا وشقيقه وصولا إلى تهديده بالمكتب ولاحقا عبر حشره وصدم سيارته داخل نفق فيل ماري لمنعه من الوصول إلى مبنى البلدية لتقديم العرض الذي ذهب في النهاية إلى عائلة كتانيا وليعود ويتلقى زيارة من شخصين نصحاه بعدم التقدم بعروض مناقصات بعد الآن ووقف الشقوى ضد بيادزا اللجنة عادت واستمعت إلى متعاهد آخر هو جون تيوري الذي سرد نفس الصعوبات التي تعرض لها أي متعاهد حاول تقديم عروض إلى مناقصات أشغال عامة مع بلدية موريال الشاهد سم أحد المشرفين على مواقع العمل وهو جي جيرار وأيضا كيفية تعرض آلياته وأدوات العمل الخاصة به للتخريب في حال عدم الامتثال اللجنة عادت استجواب ميشيل كادوت مدير المبيعات في شركة آيبكس لتصنيع الأنابيب البلاستيكية الذي قال بأن دعوات العشاء ومرافقة بعض مسؤولي المدينة في رحلات صيد كان جزءا من طبيعة الأعمال المدرجة ضمن خانة مصاريف الشركة معترفا أن ذلك كان خطأا كادوت قال أن المشكلة تفاقمت عندما طلب منه دفع عمولة 150 ألف دولار للمسؤولين للحصول على عقود لأنه لا إمكانية لتبريد هذا الرقم معتقدا أن عدم الدفع كان السبب الأساسي لعدم حصول الشركة على عقود بيع الشاهد سرد وقاء حضوره لعدة مؤتمرات جمع تبرعات لحزب إنيوم موريال ومن ثم اللقاء مع رئيس دائرة الأشغال العامة روبيرت مارسيل ولاحقا باولو كاتانيا ونيكولو ميليوتو وصولا إلى إصدار الأول لتعميم لجميع المهندسين ببدء استخدام أنابيب شركة كادوت ليعود ويوقف الطلبيات بعدما رفض دفع مبلغ 150 ألف دولار كادوت اعترف بأنه لم يبلغ عن الحادثة لكنه كان واثقا من أن ذلك هو السبب تجدر الإشارة لأن هذا هو الأسبوع الأخير لجلسات الاستماع في لجنة شاربونو قبل الذهاب إلى عطلة الأعياد لتعاود الجلوس في الواحد والعشرين من شهر كانون الثاني جون فيي من العام القادم استنسبت رئيسة وزراء مقاطعة كيبك بوليد ماروا فرصة انعيقات فعاليات رونديفو 2012 في مركز توهوف للفنون والثقافة لتتحدث أمام حشد من حوالي 900 شخص عن سياسة الحكومة في مجال الثقافة الفنون السياسة والاقتصاد وخصوصا تجاه مدينة موريال مارواس تهلت المداخلة بخطاب عاطفي تجاه مواطني المدينة والإبداع الكيبكي مستذكرة رئيس الوزراء السابق لوسيان بوشار وليز بيسونات في إنشاء المكتب الكبرى ولتبدأ بإعلان تقديم دعم بقيمة مليوني دولار إلى الحي اللاتيني في موريال ماروا خصصت أيضا 5 ملايين و600 ألف دولار للفنانين واستعادت تقديم 9 ملايين دولار إلى السيرك لتنهي التعهدات بتقديم الدعم إلى المركز الثقافي للسكان الأصلي في موريال وبالإعلان أن حكومتها اختارت أن تركز على الثقافة من ضمن أولويات العمل دعت أحزاب المعارضة الفيدرالية حكومة المحافظين إلى إلغاء قرارها باقتطاع العديد من المنافع والخدمات في الرعاية الصحية للاجئين بعد معرفة أن العلاج الكيميائي قد حجب عن لاجئ مشخص بمرض السرطاء في ساسكاتشوان وزير الهجرة جيسون كيني رد على الادعاءات بالقول أن الشخص لا يصبح لاجئا سياسيا إلا بعد موافقة النظام القانوني الكندي العادل على ذلك وبأن حوالي 64% من الطلبات المقدمة ترفض لعدم استفائها الشروط وبالتالي فأن هؤلاء لا يحظون بالرعاية بانتظار الترحيل متهما المعارضة بإطفاء الضبابية على تعريف اللاجئ السياسي كيني قال بأن حكومة المحافظين رفعت عدد اللاجئين بحوالي 20% مع زيادة مماثلة في إعانات الاندماج رئيس وزراء مقاطعة ساسكاتشوان وصف القرار الفيدرالي باللاكندي متعهدا أن تتحمل حكومة المقاطعة أكلاف العلاج في أخبارنا المتفرقة أعلن وزير مالية كندا جيم فلهرتي بالأمس بأن حاكم مصرف كندا المركزي مارك كارني سيكون الحاكم العام الجديد لمصرف بريطانيا في أول تعيين من نوعه لأجنبي بما يؤشر إلى الكفاءة العالية لكارني الذي ساعدت نصائحه على إبقاء كردة قوية اقتصادية وماليا وصاحبة أفضل سجل في الثبات المالي بين الدول الصناعية في العالم أمر بالأمس قادر محكمة العليا في مقاطعة أونتيريو بإعفاء روب فورد رئيس بلدية مدينة تورونتو من مهامه بعدما وجده مذلبا في خرق قواعد تضارب المصالح رئيس البلدية قال للصحفيين بأنه سيستأنف الحكم معتبرا القرار السياسي وبأنه سيحاربه بكل جوارحه فاز مرشحان لحزب المحافظين في دائرتين فدراليتين من أصل ثلاث جرت فيهم انتخابات فرعية بالأمس مع احتفاظ الحزب الديمقراطي الجديد بالمقعد الثالث وبهذه النتيجة تبقى تركيبة مجلس العموم الكندي على ما هي لجهة توزع المقاعد اعتبر اتحاد دفعي الضرائب في مقاطعة كبك موقف النقابة الطلابية السي لجهة المطالبة بمجانية التعليم موقفا غير مسؤول ومنفصل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لدفعي الضرائب ممن يتحملون هذه الأكلاف وبأن على الطلاب المساهمة بذلك انتهت أخبارنا شكرا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة